الخطوات القانونية في عنا جلسة بـ 15 حزيران من هذا الشهر لنظر في طلب سلطات السجون الإسرائيلية بتمديد العزل الانفرادي لستة أشهر أخرى في هذا الموضوع نحن تقدمنا بقائمة للأسرة لعندهم استعداد لاستقبال أحمد لإدارة السجون ونحن ننتظر أن يتم حل هذا الإشكال قبل المحاكمة والنقطة الأخرى أنه في جلسة أخرى في 19 حزيران في الملف الأصلي وهو موضوع إحالة قانون مكافحة الإرهاب على الأسير الطفل أحمد مناصرة الذي سيكون في محكمة أو في اللجنة في مقر إقامتها في محكمة الصلح والرملة